بهدف كسر الأسعار وقطع الطريق على المضاربين شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على ضخ كمية من مادة البطاطا المخزنة إلى الأسواق بعد أن شهدت أسعار هذه المادة ارتفاعاً كبيراً هذه الأيام وصلت ببعض المناطق إلى 100 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد وتقدر الكميات التي تم ضخها اليوم بإحدى نقاط بيع بمجمع تثمين المنتجات الفلاحية بـ 500 طن من مجموع 30 ألف طن أدخلت إلى الأسواق منذ بداية شهر أبريل نحن بصدد وقوف على عملية إخراج مادة البطاطا المرحلة الرابعة لعرفة بدايتها من شهر أبريل رأينا تنمونوا عبر الأسواق الجوارية وأيضاً أسواق الجملة بمادة البطاطا المخزنة بداية من شهر جونفي منذ بداية العملية رأينا في حوالي 30 ألف طن تم إخراجها بدأت تقريباً في أوائل أبريل شهر أبريل اليوم الكمية المعنية في هذا المنطقة اللي رأينا فيها حوالي 500 طن إن شاء الله ستكون توزيعها إن شهر أبريل شهر أبريل شهر أبريل شهر أبريل يجب أن نقوم بداية 45 دينار كيلو كل مواطن سترى أن ترى الكميون في 20 عام سترى الكميون في 20 عام ويجب أن ترى الكميون في حوالي المنطقة وأرجع القائمون على هذه العملية ارتفاع أسعار مادة البطاطا إلى سوء الأحوال الجوية التي حالت دون تمكين الفلاحين من جني محاصلهم فضلا عن احتكارها من طرف السماصرة سعر البطاطا على مستوى الأسواق وهذا ناتج على التذبذوبات والأضطرابات الجوية التي عرفتها مناطق الإنتاج على غير المستغل المسكيك دا وعناب الطرف اللي رأي في مرحلة الجني اليوم رأي الأمطار متواصلة على مستوى الولايات الشرقية مما ما يسمح لإنتاج باش يكون بوثيرة عادية الأسعار طلعت خاطر أني كتبها مشكلة الأمطار التي تحطنا ليما تنفتو كان مناطقها بريكوس كما تقول لطورال كما نقول لهم مستغلهم كما سكيك دايتو دونك لاريكولت أني من دارتش ستطفل نورمال كاليجان بروفيته باش تطلعوا لي بريد على بوم دوتير دونك شاء الله أني الحالة تقرحها الصحة دونك البوم دوتير غايت تنقلع انتاء المناطق هادو والسوبات تنقص وستستمر عمليات ضخ مخزون البطاطا باستمرار مما يسمح بتموين السوق بصفة منظمة وتعمل على استقرار الأسعار التي باتت تلفح جيوب أصحاب الدخل المحدود لا سيما على المتجات ذات الاستهلاك الكبير ترجمة نانسي قنقر